سعيد جداً إننا معكم بعد ستة شهر كنت هنا في إبريل وإن شاء الله دلوقتي في أكتوبر واحتمال يكون قبل نهاية السنة أو السنة الجيدة مرة ثلاثة I hope to have to come again before the end of the year or next year إن شاء الله أيلي next year since most of you لأن أغلبكم لم تروا بدء الإغاثة الإسلامية في العراق you have not seen the beginning of Islamic life in Iraq I'll talk shortly about how did we start أتحدث قليلاً عن كيف بدأنا في العراق بعد الحرب الأولى after the first war 1992 we were thinking seriously to come to Iraq بعد الحرب الأولى في 1992 كنا بنحاول جاهدين نيجي العراق لكن كان صعب الدخول أخذنا أربع سنين عشان نيجي بطريقة رسمية وقد أخذتنا لكثير عاماً لتأتي أفريقياً وإليقياً لن تأتي من الخروج نحن نحن بطريقة رسمية وفي سنة 1996 أخذت التأشيرة من سفارة العراق في بلجيك في 1996 وقد أخذت الفيزاة من الإراكية في بلجيك في برسلس وقد أخذت هنا مع أحد يسمى أفتاب وقد أخذت من الإنسان وقد وصلت إلى العراق في إبريل في 1996 مع شاب متوع اسمه أفتاب لتنفيذ مشروع الأضاحي في العراق العراق كلها في العراق وقد أخذت محمد مكي لا أعرفه هو أول مرة أرى محمد مكي وقد أعرفه من قبل وقد أتصلت به وكان يمشي معنا لأن الوضع كان صعب جدا على أنه هو مش شغال معنا ومش متطوع بل بوسوء لنا العربية بتاعتنا صح؟ مش كده؟ كان الاتفاق على أنه هو يعتبر نفسه سواء من العربة بتاعتنا علشان الناحية الأمنية الصعبة كان معنا وقد قالت من أجلهم أنني أخبرهم أنني أخبرهم فقط أنني أخبرهم أنني أخبرهم الكثير من الناس فئرهم كانت كثير جداً سألوا من العراقين إذا عرفتك بالرجل ده اللي جاء من بريطانيا قالوا ما أنا بشتغل سواء يعني أو بسوق العربية علشان إيه المشاكل اللي كانت حصلة في الوقت ده رحنا الوقفة اسمها الوقفة والليه جوبج اللي حتة بيعني خرفان جوبج الشاعر جوبة 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 خلاص يا صيد عشان نشتير الخرفان وانت باي شيب فور عيد الاضحى ده فرست اول مجموعة اشترناها ضحكوا علينا صح؟ ضحكوا علينا وانت كنت موجود فرست جروب وبوت افشيب ده فولدس ده ناسيريان مان كل ده بوهايثم اه 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 ان احنا اتنين مش فاهمين في الخرفان حاجة ولا فاهمين الخروف الست من خروف الراجل ونشتير الست على انها راجل والرجل على انها ست وانت ما تتجوز خروف ست ينفع اه مش فاهمين ده خالص فجي بدأ ينصحنا ويديت نوت اندستان هاو تبعي شيب دهنو بدأنا نشتغل معه وهو ساعدنا في الشراء قرابة ستمائة خروف قبل العيد ساعدنا نشتغل معه ساعدنا نشتغل معه ساعدنا نشتغل معه هاو تبعي شخص في شخص وراءنا نشتغل معه قريب ما سيثوره عسى بسمه مدينة الصدر مدينة الصدر لكن كان اسمه سيثوره زائد حي الشعب حي الشعب في المسجد هناك و بعدين وزعنا اللحوم فأول يوم كانت في بغداد والمدائن فرس دي وز بغداد مدائن و الثالث دي عربية خدت اللحوم للغرب لهيت وعانا وراوة وأنا طلعت على الموصل وسامراء في الوقت ده و في العيوم الثالث للعيد عديت بقى الجنوب رحت كربلاء والنجف والكوفة والبصرة و هناك تعرفنا على قضية اللحوة صلاطنات الدم للأطفال و في الثالث دي عام أذهب إلى المدينة إلى كربلاء والنجف والبصرة و في المدينة الصدر نحن نعرف أن هناك مشكلة المشكلة عن اللوكيميا يؤثر على المدينة بسبب المدينة الورانية التي كانت تحضر إلى إراك في ذلك نحن نعرف في ذلك ثم نحن نفعل شيئا على إراك و نحن نفعل شيئا لما نفعل العراق في الوقت ده نحن نفعل شروع شراء أدوية لعلاق السراطنات الأطفال في مدينة صدام في الوقت ده و هذا المشكلة كانت بحوالي 600 أو 700 ألف دولار أو 7000 دولار لتحرق ميديسين وإنجيكشن ونحن لتحرق للكيميا في صدام ميديكال سيتي في ذلك الوقت وإنما بوضعنا محالي الكيميائي كل المستشفيات في العراق من القنوب للشمال رحت لحول كل المحافظات لها كذا بدأنا هذا هو كيف بدأنا هذا هو كيف بدأنا في العراق من 1996 ل2002 كان كل الشغل وموافقات من الحكومة لم يكن مكتب رسمي كان موافقات من الحكومة نحن نوضع أشياء من 1996 إلى 2002 حقًا كانت عملات من الحكومة من الحكومة وإنجيكشن لتأتي ونعمل في العراق حقًا من الحكومة من الحكومة من الحكومة في وقت ما حدثت منك؟ مصطفى عثمان وخالي خليفة 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 آه دافة 2003 آه أبولوة 2002 أكتوبر أكتوبر نوفمبر 2002 أحسن 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 ومصطفى عثمان وخالي المؤلد 2003 وإنجيه في فندق فلسطين فندق فلسطين وكان في المكتب هناك كان في خالي خليفة خالي خليفة خليفة هو مسؤول لأنني وانتش في الرياض دلوقتي ومعه مصطفى عثمان صعب محصل اللي هو الحرب الأخيرة بتاعت العراق في ذلك ومعه كانت محصل في محصل 2003 ومصطفى عثمان ومصطفى عثمان ومعه بعد ذلك ثلاثة عثمان من الإسلامية كانوا أبوغريب جيل ثلاثة من الشباب بتوال الآغاثة الإسلامية حقضوا في سجن أبوغريب مصطفى عثمان وخالي خليفة وعبد الإله معهم أعدوا حالتات أسابيع وكانوا يقتلوهم هناك في التعذيب إلى آخر والحمد لله خرجوا كلهم ورجعوا الأولاد بعد ذلك انهم اخرجوا وكانوا أخرجوا لذا بعد 2003 نبدأ بكثير عن بغداد ومعه ومعه وبعد 2003 بدأ نفكر حقيقة إنه نتعامل مع الوضع في العراق إلا دي بس البداية بتاعت شغلنا في العراق هي كانت بداية بسيطة جدا لكن وصلتنا إلى ما نحن عليه الآن ممكن يكون في تفاصيل أكتر لكن هكذا بدأنا بداية بسيطة جدا يعني إيه نكون إحنا عمال إغاثة وات ذات مين تبكام هيماناتيريان ووركر هذا يعني إنك لابد أن يكون عندك رسالة تحاول تحققها من خلال الخدمات التي تقدمها للذين تخدمهم هذا يعني أنك يجب أن لديك ميسج وميسج لأسفل الناس التي تتعلم أو تتعلم أنك تتعلم أنك يمكنك أن تكون عمال عمال بسيطة أو ميسج لا 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 تدعي أنك عامل في الحقل الإنساني إن لم يكن عندك رسالة رسالة تؤمن بها ومهمة تنجزها ميسج التي تؤمن ها وميسج لتتعلم خلاص دي قاعدة ذات الناس التي لا لديها ميسج وميسج ميسج 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 لن تتعلم لعمل أو عمل الناس الذين لا سيجد عندهم رسالة أو مهمة في العمل الإنساني لا نحتاجهم مع ألف سلامة لتسعهم المؤسسات التجارية لأن العمل الإنساني مش وظيفة لأن العمل المؤسسات وميسج ليس فقط عمل 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 الإنساني هو أكتر من دوام كامل لمهمة تريد أن تنقذها من أجل الآخرين من أجل من أجل من أجل عمل أجل المؤسسات لأجل المؤسسات التي تريد أن تنقذ لإساعد وإنسان أجل 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 عندما بدأنا لغاية الإسلامية كانت شوى مرتبات كانت شوى مكتب كانت شوى تلفون كانت شوى ديسك كانت شوى كمبيوتر كانت شوى أسماء ضخمة كانت شوى ميزانية كانت شوى استراتيجية كانت شوى أي حاجة عندما بدأنا 33 عاما لم يكن هناك أجل لا تلفون لا تفاكس لا تلفون 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 لكنها بدأت كمهمة ومزالت هي مهمة لذلك نمت من بذرة صغيرة بعشرين قرش that's why it grew from a small seed of twenty pence to what you have nowadays وله العمل الإنساني بعمومياته سواء كان يتقدمه المسلمين أو غير المسلمين هو ذلك العمل الذي يؤدي هذه المهم والعمل أنه يعمل الإنساني وعمل الإنساني هو الأمل الذي يهتم الإنسانيون بسبب تسوال الإنساني من محلول الإنسانين فأنا عندي كلام كتير لدي الكثير من الأشياء ولكن عندما أقول الكثير من الأشياء أريد أن أفهمها لأنني لا أفهمها ما أتحدث عنها هل تفهمها ما أتحدث عنها؟ نعم نعم صلى الله عليه طيب هذا هو الأول من هو الأول من هو المسلمين من الأسلام؟ كل شخص من أجل من تعمل مع الأسلام هذا أول أحد أخرى؟ ما تفهمت؟ ما تفهمت؟ ما تفهمت؟ ما تفهمت؟ نعم أكثر واحدا من الأخبار من الأشياء ور Arrival أننا علمنا نادي حيفا في بغداد ورهاننا نادي نازحين في خزر وي مخيم اللاجئين السوريين اللي احنا شفناه مبارح كوشتابا those are the people who should dictate to us what to do how to do according to their needs you have to prioritize لابد أن نحدد أولويات عملنا بناء على ما يحتاج هؤلاء اللي هم أصحاب المال we have to prioritize our work according to the needs of the people who pay our salaries it's not Yusuf who pays the salary it's not Yusuf who pays the salary it's Yusuf who who pays the salary the debtor or the donor the debtor or 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 the debtor المال المال الفقير the money is the money of those people who are living in a tent who lost their dignity and everything المال مال هونه الناس الذين فقدوا كرامتهم وبعد أن كانت لهم بيوت ومستقبل ومدارس ومدن وقرى وامتلكات أصبحوا يعيش في خيام فالمال مال مين ما الهال فلابد أن نستشعر المسؤولية لذلك بسيطنا لذلك يجب علينا نشعر المحل أن نسمى المسؤولية المسؤولية في حكونا عندما يجب علينا عددنا الناس الذين يجحون نسوا هلنا نظر الناس اللي بي بيتفعلنا مرتباتنا وبي يطعمون بفض الله سبحانه وتعالى مرجعيتنا ومحاسبيتنا لكذا جهة أولا لله سبحانه وتعالى أكاونتابل لله سبحانه وتعالى نمبر ون نمبر تو أكاونتابل لله وأن نحن نحاسب أمام هؤلاء الذين هم مكلفين بدفع مرتبتنا هم الأيتام والأرامل والمسكين اللي هم هؤلاء والأكاونتابل also to those poor people then after that to the public and to the government وبعد كده للحكومات والمؤسسات وكذا المال مال الله the fund is Allah's grant اتفقنا اتفقنا okay when I say this he said yes okay اتفقنا المال مال الله والمال العام خطير and the public fund is extremely dangerous why because if we can slip it we can go to hellfire without anything العمل العمل في المال العام من الخطورة بمكان فإنه يدخل الجنة أو يدخل النار لا ثالث dealing with public fund has two ways either heaven or hell nothing else المحاسبة على المال العام accountability to the public fund is personal شخصية then institutional from the organization then من المؤسسة نفسها then from the government من الحكومة then from the public من الناس then from الله of course and the poor people الحساب على المال العام خطير 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 حتى مال الحكومة يعتبر مال عام even government fund is a public fund you have to be very careful because this is a tax money for the poor the sick and the elderly in the country خمال عام العمل فيه خطير جدا ورجعوا لفقه سيدنا عمر the public fund is very dangerous go back to the fiqh of عمر بن خطاب how did he use to spend the public fund especially when he was taking his salary خاصة لما كان بيأخذ الراتب بتاعه وبذا يختزل تمن الفطيرة اللي عماتها لمرأته ليا وفرتها من حساب المال عام when she saved some money his wife he told her where you get the money from said I saved it said okay we don't need it and he reduced his salary تاخدوا الدرس من عمر أيضا يدلو عنه في عام المجاعة أو الرمادة in the famine year year of famine he was eating only hard bread salt and oil فده المال العام بالنسبة للإنفاق this is a public fund if we would like to look about expending expenditure وليست أما 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 لا نسيت أنا كنت حولها حسنية 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 بالنسبة للمال عام. مال عام خطير 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 خطير. أنتم ننتقل لموضوع آخر. اللي هو نمينا في بغداد ونمينا في أربيل. النمو خطير. لا يغرنكم. ها؟ أحجم الأموال. Don't be distracted by the money you received from donors or from government. قد يكون هذا هو المدمر للمؤسسة. This could be the killer. Why? لماذا? لماذا؟ لأن احنا كنت نعتمد على المال أكتر ما نعتمد على مصداقيتنا وشفافيتنا ها؟ ومهنيتنا في انفاق هذا المال. حقا؟ لأننا قد يعتمد على المال أكتر في النمو صحيحنا. لا على لا يوجد للمساعدة لا يوجد للمساعدة حتى لو كانت تحديثة عملية في 30 أو 40 سنوات العمل الإنساني والعمل الاجتماعي وقته ليس له حدود حتى ولو كان الوصف الوظيفي بتاعنا لعدد من الساعات إسبوعين لماذا؟ لماذا؟ لأمناق المصائب التي تصيب هؤلاء المساكين من النزحين واللاقيئين والفقراء لأنني أقدم على مب Antiback لأمناق المصائب التي تصيب هؤلاء المساكين رفولين بور سك and early if I claim that I have to give more لابد أن أعطي أكثر وأكثر 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 لأن سماء الجنة لاس له حدود وسعة الجنة فوق التخير العقلي because the ceiling of heaven have no limit and the dimension of heaven has no limit and if you want to live in the limitless and imaginable heaven you have to give we have to give لأن سماء الجنة وسعة الجنة لاس له حدود ومن أراد أن يعيش في جنة سماوتها غير معروفة حدودها غير مستداء يعني متخيلة فلابد أن يعطي أكثر مما يأخذ خاصة إن كنا نتحدث عن المال العام especially if we talk about the public fund and the charitable زكاة الصداقات في سبيل الله الغارمين الفقراء والمساكين من العامين إلى آخر yes at the time of emergency في وقت الحاجة don't tell me في وقت الحاجة لا تقول لي كلمة واحدة ها إننا سأذهب لأن وقت العمل انتهى I'm going home or going somewhere else because now it's 4 o'clock or 5 o'clock while people are coming out in thousands في الوقت اللي بيخرج فيه الآلاف من النازحين واللاجئين والمشردين في الأوقات الأخرى ممكن نطبق نظام اللي احنا منتكلم عن لكن في وقت الحاجة لا يمكن تعتبر نفسك كعامل إنساني أو اجتماعي إذا قدمت أولوياتك على أولوية من تدعي على أولوية at the time of need don't put the time limit the thousands of people coming out for you to receive them I still were remembering when the people were coming from Halep Aleppo to Turkey people went outside Turkey to receive them inside Syria for days they were they or weeks they were they نسل خرجوا من حلب في آخر من كام شهر خرجوا لعمال الإغاثة دخلوا سوريا عشان يستقبلوهم في منطق أو في مكان في منتعى الخطورة قبل أن يصلوا للمخيمات هذا هو العمل الإنساني I have some more time to carry on up to you all right أنا حتكلم كده بسرعة على خصائص شخصية العمل الإنساني what is the characteristics of each one of us is it clear أول حاجة الإيمان first is to believe in what you are doing if you don't believe it in it لم تؤمن بهذا العمل فاذهب وعمل عمل آخر go and do some more some other job تاني حاجة الأمانة to be trust worthy like the professor عليه السلام كان اسمه إيه اسمه الأمين الصادق الأمين دي خصائص شخصية اللي احنا عايزين نجدها في كل واحد فينا وأنتم هتكونوا أحسن ممن يتحدث إليكم أني نعمل كتيم to work as a effective team not individually إنشان تعمل الاجتماعي والإنسان ما اشتغلش الوحده even if he was the best he does not work alone even if she or he is the best you have to learn to work as a team as a team we talked about prioritization of the public interest to my own interest تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة صبر patience 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 صبر وتصبر واستباب مين يعرف تقديم هدي بقى الجماعة بتقول القحة بتقول اللغة العربية بما إنك أنت عربي النخاع انخاع لأنت عربي للركب هم عربي للنخاع الصبر والتصبر والاستبار يعني تصبروا على الصبر يبكام بيشن عن بيشن اتسلف تل بيشن بيشن تاير اوفيو بس تسيباوية رجالة جي منين سيبغوية الاخ سيباوية منين بقى من فارس من فارس جاء علمنا العربية يا خيبتنا اللي احنا فيها يا واكسة سودة يا ستات مش ساعد حسن يعني خلاص تبول احمد شوي يعني شوف شوف قواعد اللغة العربية the principles of the Arabic language came from another Arab but he became the pioneer so التصبر والاستبار patience no hidden agenda لا يوجد لنا agenda هنا واجند هنا واجند هنا واجند هنا ابدا ابدا no way of a different agendas so i can political or whatever you call it neutrality and impartiality is the success of the story neither to those group or to that group في السودان in السودان اوكي الوه الانحيادية وعدم الانحياز لا اله اولاء ولا اله اولاء في السودان كنا منشتغل في الجنوب سودان سودان with everyone في البوسنا بعد سربرنيتسا في بوزنيا في سربرنيتسا في السابرنيتسا أول مشروع عملنا في سربرنيتسا كان السرب والمسلمين في الصين في شين في 2002 بعد الفلادينج بعد الفلادنب بعد 2002 بنينا الميوت للبوزيين في منطقة شيان العسامة القديمة شيان the old city لا اله اولاء ولا اله اولاء no agenda we mentioned قلنا بالكده النازح والفقير واللاجئ هم أصحاب الفضل علينا the displaced the refugee the poor and the sick having the upper hand ونص عندهم اليد العليا علينا لا نضع أبدا قل لي أبدا 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 لأ دي خفيفة دي انخاعت يلا نخعة كده من عندي أبدا 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 التفخيم العراق ده ها لا يوجد حاجز بيننا وبين الفقير لا أبدا 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 وأصحاب مهمة يعمل وحده كمؤسسة أبدا تتصرفه لا إسمال خاص لحماية المؤسسة البحث والأبحاث ها مهم جدا 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 في عدم إهدار المال if you do the research you spend less and you waste less money فلابد أن يكون عمالنا قائم على بحث all what we do should be based on research بناء القدرات capacity building there is this training by you yousif knowing one another بناء القدرات مهم جدا نتدرق في البناء ونتواصل في البناء ونتكامل في البناء we actually gradually build our resources build our human resources وأهم قدراتنا بنية هي قدرات البشرية the most important resource that we develop and we build is human resources لذلك لابد أن يكون في ميزانيتنا جزء لبناء القدرات we have to put in our budget some part on the budget of capacity building and training and empowerment تمكين المجتمعي يعني إيه تمكين مجتمعي التمكين المجتمعي معناه أن نمكن المجتمع من أن يصبح قادرا على الإنتاج وليس مستقديا it means that we change the society from being depending on the hand out into independence and being able to become productive and to own the initiatives and to own the project تملك المشروع وتملك التصميم حتى even when we design the project وإحنا بنصمم المشروع even when we make the needs assessment إلى دراسة الحاجة أن نشرك هؤلاء معنا من الخطوة الأولى to let the people who are in the camps to help us and listen to their opinion from day one from the first hour يكونوا معنا من الخطوة الأولى وعملنا هذا ونجحنا في سعدة in سعدة in Yemen 2006 كان النازحين في المخيمات هم اللي بيدينوا المخيم اللي احنا كاننا مشكين كان في حاجة وعشرين ألف the displaced people in Saada in Yemen in 2006 where from amongst them people who were managing the camp we give them the ability to build the capacity to manage the camp أعطناهم الفرصة نيبنوا قدرتهم وأستطيعوا لأن فيهم شخصيات متعلمة عندها خبرات أكتر مننا they have people who are highly educated and more educated than us this we saw in Bosnia هذا ما شاهدنا في خليط البوسنى في 1992 1992 professors doctors teachers أسدف الجما مدرسين أطباء مفكرين thinkers writers we were treating them as come this way come this way and they're more qualified than myself no في كل مخيم لا أبدا في كل مخيم من هم أقدر مننا على العمل كل حتا العراق وفي سوريا وفي كل المناطق كلها بس انا اكتشفناها من خمسة وعشرين سنة we discovered this 25 years ago and next week will be the 25th anniversary of Islamic life in Bosnia وبعد أسبوع وبعد أسبوع سيكون احتفال بخمسة وعشرين سنة لغاية في البوسنى وبعد أسبوعين وثلاثة أسبوع في باكستان وكان فيه بنجرديش عشان تعرفه عراف انت اسمك شاهين شاهين يعني طائر انت مش كده اسبرد اه طبعا صق انت بتصقر انت بتعدي خمسة وعشرين سنة ستة وعشرين سنة 25-26 سنة في بنجرديش 25-26 سنة في سودان 25 سنة في باكستان وفي بوزنيا البانيا أيضا 25 سنة حسنا حتى المجتمعية الشركة الإغاثة الإسلامية في كوسفو المجتمعية في كوسفو 15 سنة تنمية 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 وتنمية ومعاية مسيرة منظومة تحرك المجتمع خلف فكرتك الرائدة في أماكن مختلفة باكستان بوسنا البانيا السودان إلى آخر إلى آخر إلى آخر ترانسپارنسي محدش يكوح فيها هتكوح يا حكمة هتكوح يا حماده انت اسمك السجر هتكوح السجر لا هتكوح انت لا تكف هتكوح انت لا 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 شفافية ترانسپارنسي لديه لا لا تتكوح عن لا تكون ترانسپارنسي لا 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 هتكوح ماذا يعني اعرف القيمة هي ما نحقيقه لاس ما نقرأه القيمة هي ما نحقيقه لا ما نقرأه لا ما نقرأ ما نشاركه ما نشاركه مع الناس في نحن لا ما نضعه في نحن القيمة هي أداءنا المجتمعي الأخلاقي مع الآخرين كان خلقه القرآن his manner was قرآنic رفو صلى الله عليه وسلم أو كان قرآنا يمشي على الأرض he was a walking قرآن هذه القيمة الصادق لأنه صادق الأمين لأنه أمين الرحيم لأنه رحيم الصادق بكوز صادق أمين بكوز أمين رحيم بكوز رحيم ها غفور بكوز غفور يعني ايه ثان أعطيكم بؤ كده أديني بؤ مش عارف أنت بؤ يعني ايه ولا أعرف بؤ لو ما بين الشفتين اسمه بؤ عايزي بوز لا لا رح بص في البيت أدور لك حتى لي بوص فسميت مدينة تنبوكتو سميت تنبوكتو في مالي كانت تنبوكتو لماذا 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 تنبوكتو تنبوكتو اسمها بوكتو آه يا بتاعت الجندر انت جابلنا جندر النهاردة جندر احنا سبقناه من 1400 سنة يا معلق اسمك ايه انت سيناريم سيناريم يعني ايه سيناريم ده سيناريم سيناريا كمان و اه انت وردة وانت طائر و عورونا بعد كده وانت ساجة يا الله وانت اسمك وانت كمان انت ما عالشت اه اه مشده 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 اه اه طيب تب تركب مجده مجدات اه طيب وانت صار عرفنا اسمك صار انت من زمن فتعرفوا الست بوكتو دي the woman called بوكتو كانت امينة وكانت القبائل والتجار يدعوا امانتهم عندها she was a very trustworthy woman black woman from the area and everybody was putting their money with her الكلمة تم يعني مكان بوكتو اللي هي السيدة بوكتو مكان السيدة بوكتو او مكان السيدة الامينة خلد التاريخ the history record the legacy of بوكتو اللي هي في مكانها انشئت ثقاءة حضارة من اعظم الحضارات في غرب افريقيا وست افريقيا اللي هي بنسموها المخطوطات مخطوطات كل مخطوطات اللي بتسرق دلوقتي وتتباع في كل دول الغرب خرجة من مالي كانت ايه قبل الجندر بكم سنة جاء تعلمنا جندر دلوقتي تعلمنا جندر دلوقتي وانت يا ستسرع تعلمنا جندر دلوقتي احنا مجندرين من زمان كل حتة وعندنا جندر احنا دلوقتي عدنا جندر وانت جندر 1400 عام من النساء العراق اللي كانوا بيعلموا الرجالة في المساقد تقولون عن طريق هذا حق ضرور من النساء حسنا 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 احنا سكسس قبل أحنا كما قلت قبل الله لأنه اللي عرف الحتة اللي قوة شايف من قوة هنا لأنه تعلم هذه حسنا إن في الجسد مضغى إذا صالحة صالحة جسد كله هذا التحرير في الناس من الناس ومدرسة هو الأسئة الأسئلة من التحرير إذا يصبح صحيح صحيح ومعطي إلى الخلق كل الناس ستبقى ويصبح صحيح ومعطي وإذا فسدت فسد لك وإذا يصبح صحيح صحيح كل الناس سيصبح صحيح أولا هو الله أولا أولا هو الناس أعتقد أنني خدت وقت كفاية كفاية مش كدا ها لا أنا عشان بس وقت ثلاثة بعد الغداء بعد الغداء بعد الغداء دعني أخبرك شيئاً أنا أتحدث عن الثانية الثانية بعد المنزل إنك أن تضعونك وفكاتك وفكاتك عن ما تريدون أن تفعله لإسلامي في إراك الدول سيكون عليكم أنتوا يا رجالة أنا أتكلمت وخلصت أفكاركو ونكتبها هنا وحنخليكو كل وعد يتعلق من عرقوبه وكل منكم ستكون من عرقوبه أنا كنت أعمل الدكتوراه كنت أعمل الأطفال من عرقوبهم هنا في الحتة دي عندما أفعل أطفالي مدينة أتعلق أطفالي أطفالي أتعلق أطفالي الأطفال من الأطفال كلهم كانوا ميتين كلهم ميتين أفعلت 400 منهم عملت ربعمية ربعمية أثناء التطبيق للعمل أثناء التطبيق للعمل ألا ياخد وبدأ ستيلة ولي ما عمل الدكتوراه دكتوراه بتاعتكن على 400 جسة أي أثناء التطبيق يعني طبقت على 400 جسة أه طبعا السلام قد كده فبعد الظهر حتى قابلنا الساعة 12 بعد الظهر يا رجالة انتوا هتتكلموا تكلموا بالانجليزي بالفرنساوي بالأردو بالهندي بالكردي بالفرسي بعد الظهر بعد الظهر بعد الظهر بعد الظهر ستأخذ حتى تنظروا البرئة عنهم بحيث الآن جزاكم الله خير وقلوا بالكم هذا ده نص الامر نص الانتين لسهر بس وكننا نخليه المرة القاية ياللا ياللا السلام علي ها برحته عشان ما عاديزين يرتاح ويخش الحمام يعملو حقا زي كده ياللا خلاص اشتركوا محصولي اعتصددك موز اعتصددك 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 ستوري قصة الأولى كان لفتاة أو طفلة عندها أربع سنوات لتصبب أحد الجنود السرب في الحرب في البوسنة هذه الفتاة أصدقاء كانت أصدقاء من أربع سنوات من أصدقاء سنوات في البوسنة هذا كانت أصدقاء هذا كانت أصدقاء أصدقاء لأي حسنا؟ الثاني ستوري كانت أصدقاء في بغداد الذي قمت أصدقائي و قمت أصدقائي في بغداد في 96 كانت القصة التانية و احنا بننفذ مشروع الأضاحي في المسجد في حي اسمه اي بق؟ حي السعبي كنت نايم في المظلة بتاعت المسجد I was sleeping under the shed And I found بداية أمرأة تمشي وهي حذرة She is walking slowly Looking right and left This in the afternoon About 3-4 o'clock in the afternoon ساعة 3-4 بعد ما دبحنا الخلفان كانت تبحث عن أي قطعة لحم لكي تذهب بها لأبنائها يوم العيد She was looking for any piece of meat To go to her children On the day of the night فواجدت معلاء مصارين مصارين فشلتها من الأرض وحطتها في الكيس وبصت يمين وشمال واستخبت ومشيت And she was She picked up the intestine From the ground And put in a bag And she went home To cook something For the children On the day of the night And these two stories Are difficult To forget And difficult to swallow القصتين دول صعب أن الإنسان يبتلعهم ويستوعبهم وصعب أن الإنسان ينساهم ليه لأن العراق المجيد أطعم العالم وأنا فاكر أول لقاء لي مع مدينة المستشفى في مدينة صدام الطبية في نفس الوقت ده كنت بعتذر لها على أن أنا جاية أقدم معونا للشعب العراق عندما أتحدث مع المدينة المستشفى في مدينة صدام الطبية في مدينة صدام الطبية أتذر لأسفل إلى المدينة لأنني أعطي أطعم العراق لأسفل للشعب العراق إنه أشعب يعني عار علينا النصب بالعراق إلى ما وصل عليه من عشرين سنة إنه أشعب لنحن إراك لأنني أصدق ما يتحدث 20 عام هؤلاء هؤلاء الثلاث أي أشياء الثلاث لا كل الأشياء كيف حدثت لأسفل 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 يعني لما رأيت المرأة اللي كانت شارت المصارين من الأرض استخبيت منها يعني كنت أنا نائم في المظلة فاستخبيت وكنت حاسس بالجرح اللي هي بتعينه بتعيشه والجرح اللي أنا بعيشه I was feeling the pain of the woman who just wanted to cook something for her children on the day and I could not be able to face her ما أدرتش إن أنا أقهها لأنني كنت ضعيف أضعف منها دي كثير I couldn't be able to show her my face because she was stronger than myself عشان كان أبكلمك الآن وأنا أشعر بسكين يقطع رأبتي في هذا المنظر that's why I'm talking to you now still feeling the agony and the pain of the knife cutting my throat by seeing the woman picking up the intestine covered by sand and dust everything because yes she wanted to cook something for her children on it but it's not it's not any children it is the Iraqi children 1996 فلذالك لابد that's why we as a material worker and social worker we have to feel the agony of the people to be happy if they smile to feel the pain if they cry and leave their dreams and try to make their dream reality inshallah and this is our role our role لذلك عامل العمل الانساني لابد ان يكون له دور في الحياة that's why the humanitarian worker has to have a role to play in his life or her life role دور ما هو دوري مع المجتمع what's my role with my society حتى المواطن مهما كان تعليمه أو خبرته أو خبرتها أو تعلمها لابد أن يصبح له أو يصبح لها دور even the citizen of the country no matter of the level of education knowledge and literacy each one of us as a citizen has to have a role to build our own country to preserve our culture and value نبني أوطن نحمي قيامنا وعقدتنا وثقافتنا ونربي الأجيال and to bring the new generation on the foundation of the legacy of our fathers and reality of our society and the better future for humanity على أمجاد الآباء وواقع الحال وما نسمو إلى تحقيقه من أجل الإنسانية في العالم ثلاثية ترايبارتايت لا نتكلم فقط عن التاريخ أعظم ما في تاريخ منطقة هنا صلاح الدين ومن معه صح؟ لكن في علماء وفي مفكرين وفي 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 ولو نزل للمغدال حنلاقي فيه زخم في التاريخ ولو رحنا الموصل حنلاقي فيه زخم في التاريخ ولو رحنا الكوف حنلاقي فيه زخم في التاريخ ولو رحنا بصر حنلاقي فيه زخم في التاريخ ولو رحنا الأنبار حنلاقي فيه زخم في التاريخ لكن ما نعش على التاريخ فقط نتعلم من التاريخ عشان نصلح المواقع المواقعنا ونصنع مستقبلنا إذا نتكلم عن OUR HISTORY ONLY لا يسرح لذا وكال كيف كان ما هي البيت الشيار 5 في العالم هنا في هذه الأطراح الصلاح الدين رحمة الله عليه ولكن هناك الكثيرين في موسين في بغداد في كوفا في بصرا في نجف في بصرا في الامبار كل هذه المعلمات وكثيرين قمت بحياتي نتعلم من ما قمت بإمكانهم لإيجابنا حياتنا لكي نستطيع التعليم لكي نستطيع التعليمات لإمكانهم ثلاثية تاريخ خادر مستقبل تريبارتايت حياتي حياتي الوقت الماضي والمشاكل للتعليم ثلاثية يجب أن تذهب واحداً واحداً كلمت كثير يا انت اسمك حسنية حسنية يلا يلا انت اسمك نهارد ده من بس اسمك انت يا بشو يا بشو يا بشو يلا شباب واحداً عنايه لماذا تتحدث كل الأشياء اتأكد لدينا هل يمكننا نظر التعليمات في الوطنية المنطقة يعني كل عمل يمكن أنه أو أنها تكون التعليمات تكون تعتقد كم التعليمات في هاتف أو حيات أو لا أجل أجل التعليمات التعليمات هي واحد من المنطقة التي تحتاج لكن المنطقة على التعليمات هي المرال من الاندفج الحرفية المهنية مهمة لكن الأخلاق والقيم تكمل الحرفية في الكرة مثلا أو مش عارف في ايه تاني مش حكلم مع الكرة عشان حخش في السياسة لأن لو ذكرت أسماء معينة هتخش فيها في ناس انتو بتحبوهم في الكرة كنت سمعت واحد اسمه بوتريكا سمعيني أبوتريكا الناس بتحبو ليه لماذا الناس تحبو هذا أو بعض الناس تحبو كريستيان رونالدو أكثر من ميسي أبوتريكا أخلاقه زائد حرفيته في ناس أخرى عندها حرفية ما عنداش أخلاق فالأخلاق هي اللي بتخليك تعيش مع الناس لأجيال your manner and your moral values and your morality let you to live with generations to come thousands of people are professional but with bad manner people hate them people don't like them that's why بروفو صلى الله عليه وسلم لذلك رسول صلى الله عليه وسلم سمي بأخلاقه بالصدق والأمانة ها سمي بأخلاق ما سميش بأنه تاجر الأمانة واختير في التجارة لأنه أمين والسيدة بكتو لأنها أمينة خط بالك وهكذا that's why we want professionalism yes no way لماذا لأنه رسول صلى الله عليه وسلم قال لكم إذا عمل عملكم أحدا ها فليتقنه تيك نولوجي قبل الجندر بتاعكم ما نتقل لكم الجندرين انت قال إيه فليتقنه الاتقان شيء ها والأمانة شيء تاني ودا لما قاتل زوجة سيدنا موسى professionalism is one thing and value and morality is another thing that's why when the lady the daughter of the نبي شعيب عليه السلام شافت سيدنا موسى she saw she saw موسى was very handsome Egyptian all the Egyptian are handsome thank you thank you hehehehe قولي thank you قولي لي حاجة أنا بقى فرحيني مفيش فايدة دي العراقية ما تعافش تكلم كلام هاتي لها واحدة مصرية تعمل لي حاجة فألت لأبوها إيه what she said to her father employ him my father he is القوي الأمين he is a strong not in muscles and you know the professionalism and الأمين and the trustworthy the morality and the professionalism has to go hand in hand together okay thank you very much and you want to بتربل أجيال when you are training and mentoring youngsters morality will be seen to the youngsters in your manner okay لذلك سمعت أنا من أحد الشيوخ I heard from one of the who came to England in the 80s he said my son آلي يا ابني لما هالشيخ ده قيب بريطانيا يدينا محضرة إذا تبوأت مقعدك على المسرح للكلام if you stand on the stage and speak to people اعلم أن الناس تسمعك بأعينها know that people are listening to you by their eyes the way you speak the way you get dressed the way you behave not only by their ears فلذلك إن أردتوا أن تربوا شباب داخل الإغاثة if you want to train and mentor youngsters inside your organization here in Iraq your manner and behavior goes first وَلَوْ كُنْ وَلَوْ كُنْتَ they will leave you alone not because they are a king or they are a president or a manager or director you have to exercise your power in a very rude manner then he asked Allah asked him to forgive them and ask استغفار for them and then you have a decision go ahead الرحمة هي التي توضع في قلبك من الله سبحانه وتعالى yes brothers and sisters another question another story أنا هقول لكم حدوتة ولا لا اسألوا انت أحسن اسألوا انت أحسن yeah you ask مفيش حدوتة بقى من أعبوا الحواديث من مبارح لأن عاديهم هم يسألوا هاتفضلو يا شباب شباب والشبات تفضل yeah I'm sorry guys but it is related to the design of the project do you think that for instance if we as IRW have designed a project could be possible that the project designed for a certain group of people in a certain area and applicable in somewhere else for some some other groups I mean for each area يعني التصميم المشاريع يعني ما should not be لا تكون يعني قياس لكل شيء one side fits all يعني في بعض تصميم المشاريع في some designing of the projects in Yemen could be good لأن اليمن الصقافة بتاعتها كده والمجتمع تركبته قبل إلى آخره من حتى لأن من المشاريع ومن المشاريع من المشاريع إلى المشاريع لكن إنا أرادنا أن نأخذ هذا المشروع إلى مكان آخر فلابد أن نضع من المشاريع آخر نجيب مشروع مية في المية زي ما هو يعني مثلا في ناس ما بتحبش تاكل المعيز في ناس بتحب تاكل الجمال بتحب تاكل الخرفان إلى أخير فيعني قد تكون المعيز أرخص حاجة عندك لكن الناس مش هتاكلها الناس ليس احبليها يحبليها أو يحبليها لك لكن الناس هي الم Ojبير اجل زي ما هو بحقيتك لكن الناس لا يحبليها إذا حل لتعبوها تقلقها نعم نعم ورمجها لذلك لم أكن ناس المعيز مات مات حمد هو ممكن قريبا للسؤال انه تتغير المشاريع لكن جائرات اسلامية هل تتغير قيمها واخلاقها تتغير المماكن القيم ملهاش داعه بالمشاريع قيم ثبتة قيم ثبتة والاخلاقية ثبتة يعني مثلا انا هشتغل في منطقة ا 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 من كانت أخلاقياته واسحالة لديك اسحالة لديك في كل مجموعة regardless of their values لابد أن يروا منك أحسن ما عندك من أخلاقه لابد أن يروا منك من أخلاقه وقيم وقيم regardless of their manner and value and behavior فضل في المناطق النزاع المسلح لابد أن تكون علاقتك مع الجميع متساوية عشان كده أنا قلت في الأول there's no agenda in this conflict zone your relationship with everybody should be equal on equal footage that's why you don't have any political stand كنش عندك موقف سياسي حتى لو كنت أنت شخصيا عندك رأي في الموضوع رأيك ليك أنت لوحدك مش للجمعية even if this is your own personal opinion should not be represented as the opinion of the organization ده اللي إحنا مازلنا كجمعيات عربية وإسلامية ضعاف جدا فيه this is what we still as arab and muslim organization are very weak on this kind of emotional reaction in a conflict zone لما احنا رحنا في 2002 في سنة 2002 وحبنا نشتغل في جنوب السودان كان في حرب ما بين الشمال والجنوب there was a war between the thousand north of Sudan فذهبنا لوزير خارجية في حكومة الخرطوم وقلنا له احنا هنشتغل في الجنوب فرحب الاخواننا اشتغلوا معا we went to the foreign office minister of Sudan in Khartoum and telling him that we're going to work in the south and there was a war between the north and the south and he said yes welcome go there they are our brothers وبعد كده هو ذهبنا لنفاشة عشان نعمل negotiation المصورات مع حكومة جنوب السودان من الجيش الشعبي فرحبوا then we went to Nivasha in in Kenya to tell them to give us a permission this is the rebel groups at that time so they welcome us so the north new and the south new this kind of information flow اللي هو اللي هو اعطاء المعلومة او التفاهم مع هؤلاء الناس يخليك انت بتستطيع انك تكون عالحيادية قدر الامكان ده نمرح this kind of consultation or informing the parties concern make you more acceptable by everybody او التفاهم المثل التاني انا كنت عايزة اقوله انسيته برضك يعني جنوب السودان الشيشنية الشيشان كان في حرب ما بين المسلمين في الشيشان والحكومة الفيدرالية there was a war between the federal government which is not muslim mainly orthodox and the the muslim rebels in 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 we kept our neutrality because all the time we're informing the local government about what we are doing the local government from governors to security to intelligence in this conflict we can احسن برنامج لنا فين بتوع الجندر احسن برنامج لنا the best program for islamic leaf ever at that time was in chesnia by somebody called natasha because natasha هي مديرة المشاريع في الشيشان وكانت امرأة كألف رجل natasha was the project manager of islamic leaf chesnia and she was equivalent to one thousand men وين تجرزني نظران every day تروح من نظران لجرزني من جرزني لنظران كل يوم هم هم حسوا ان فيه شفافية وفيه حيادية مازال الى الان مكتب الاغذة الاسلامية شغال منذ عام ألف تسعمية ستة وستة وستعين سبعة سنة يعني عشرين سنة في الشيشان كيف تبقى حتى الآن الآن الناس الاسلامية في تشيشنيا ورشيا يعمل منذ 1996 1997 يعني كمان دكتور نقول بمعنى اختيار الاسطف طبعا 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 أكيد أكيد يعني الناس اللي هما يستطيعوا ان يفهموا الرسالة بتاعتك ويحققوها دكتور مثلنا رجال الأخوية دكتور محمد واضح الراحة كبيرة استثنائية خاصة هذا لا يخص الإسلامية ولا أي منظمات أخرى استطاعت أن تعمل الآن في المناطق داعش وغيرا لأنه لا يمكن أن تتقبل أي حقومة بشرب المعاند وبالعكس نعم هو في المناطق الإراك بسبب المناطق في الموسيقى وفي الأنبار لأنه لم يكن أكبر في الوقت يمكنك تحتاج لدي مجموعة المناطق يمكن أن تختار وشريك محلي لأن لن نكون صرحاء أي حكومة في العالم تتوجس من المؤسسات الدولية اللي دخل على الأرض سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية أي حكومة على الأرض يأتي قليلاً من المؤسسات المناطق المناطق الذين يعملون على الأرض في بنغاديش لغاية الآن يعملون مشاكل للمؤسسات الإسلامية علشان يشتغلوا في كوكس بازار وفيه 700 ألف نازح أنا ألاقق إن بنغاديش الروهينغاديش وتستطيع انك تعمل انت داخل هذه المناطق يجب ان تجد اشخاص الوصول حتى ان الوقت تصدق و يمكن ان تذهب في امر تاني كمان ممكن تعمله قبل الكمفلكت هناك اخر و اخر و اخر و اخر و اخر و اخر و اكتبات قبل الكمفلكت اين انت قدر تعمله قبل الكمفلكت ان انت ايه علاقتك مع الحكومة المحلية قبل الكمفلكت ما يحصل و ده اللي كتير جدا من مؤسسات العربية و الاسلامية ضعيفة فيه انها بتبني العلاقة بينها وبين الحكومات طبلك لانها بتعتقد ان بتخاف الحكومة ده هو اللي حيمدلك على وراء عشان تمشي ايه ماذا 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 معرفتهم انت مين قبل ما يحصل فيه كومفلكت عشان يديك التصريح تشتغل ساعة كومفلكت اما قبل الكمفلكت و اثناء الكمفلكت وبعد الكمفلكت يجب ان تشتغل ساعة كومفلكت حسنا فضلوا رجالة انتوا تعبتوا على وقت قالوا لكم انتوا تعبتوا حسك انه خلاص تعبتوا عادي مريحين اه انا جاهز فضلوا 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 انا مختارتش فضلوا من الدخول انا اتظروا أرسل الوصفة الإسلامية وفي 1994-1995 أرسل الوصفة لذلك الوصفة يحتاج إلى شخص وفي عام 4 إلى 50 استقلت من الطب بعد مخطط الدكتوراه عشان يبقى ايه شغال وعندي اتنين دال دكتور 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 اه مبالك اه تعالى بقى انت مدين بتاع ده انا كنت بقطع الجسم جسمك انت زي الفل من احجام بتاعتك الاحجام اللي قدك باسولوجي وكنت متمتع بان انا انا كنت تحسيني مجموعة يعني في الصباحية كده جميل اخدلي جستين كده عالصبح ماشاء الله ماشاء الله وساعات في الويك اند اسالي نفسه اخدلي كمان جسة اخد بالك وكنت متمتع بكل ما حاولي من الجسس شبت بقى حمادة فهي جات كده نظرة فابتسامة فسلام فكلام فلكاء فكذا فكذا فتربتيت دخلة وعروسة وكل سنة وانت طيب فالقراسة مشت معا كده بصت لها بصتلي ضحكت لها ضحكتلي غمزتلها غمزتلي شنكلتني تجوزتها الانجليش الانجليش ما سبتهاش مين قالك ان انا سبته انت بنيت بيغارة اه ارى بصتلي بصتلها ضحكتلي ضحكتلها غمزتلي غمزتلها ادتني مقص لا ما تركتهاش دي لازق قوة بس انا بعمله حاجة تانية او بتكلم على الجمعية انا بتكلم على العمل شكرا انا بغيارة مقبل بسجر المسجر المسجر لم تركته لم تركله انا بركته المسجر المسجر طبيب ودكتوران كيف اتنازل وراح على موضوع ممكن ما يستفاد منه ماديا فقط ممكن معنم يعني هذا الفلانسي مصار عندك كيف تركت هذا المجال وراح بش اتجاه آخر بعيد كيف اتجاه بإطلاقني وعمل شيئ جدا ضرق نزال اتجاهي بتراحني لا تخطير عشرين لا تخطير من الناس الاغنيا عملا 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 اشتركوا في القناة 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 هذا هو المتابع الذي يحتاج إلى عزيزه مثل أنك حسنا أنت شهيد معكم أنتم مجوزات يوسف ما رأيك لا أنت اللي تقول أكيد أكيد الحمد لله بعد ذلك نستطيع أن تقول ما كانت الأولى؟ أنت مجدد من الإسلامية لماذا لم تتعلم الإسلامية؟ أعلم أنك تتعلم أعلم أنت لا 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 لأن هذا هو أن ترى كانت تقريرا أن تكون قد تفعلها تعلم لماذا؟ لأن المتلازمة المؤسس خطيرة المتلازمة المؤسس خطيرة ممكن المتلازمة المؤسس خطيرة لماذا؟ لان بيعتقد او ان اعتقد ان هي اكتر واحدة حريصة على المؤسسة لا متعملش كذا لا متروحش كذا صح! علشان الناس تكبر والمؤسس تكبر يبقى الفاوندر لازم يمشي كدا ويليف المساحة للناس عشان تكبر فيه for the organization to grow and the people in the organization to grow become manager and directors he has or she has to leave the space for those people to grow this was the decision which has been taken ولذلك after I left since I left the Islamic cliff did not go down it went up ما يoxua مت 개발 كنت عملت بمقبلة المجتمع ليس المجتمع أنت بتعمل من أجل المجتمع إنسا فقط من أجل الجمعية والجموعة جزء من المجتمع وليس الجمع بمقبلة المجتمع وليس المجتمع وقد كان المجتمع ليس المجتمع وليس المجتمع المشكلة دلوقتي اللي حصلة عندنا في العمل الإسلامي نساعات الجماعات الإسلامية والأحزاب تعتقد أن هي الوطن فلابد نخلي الإغاثة الإسلامية تبقى جزء من المجتمع اللي احنا خدمناها حيث دلاث أحسن مننا بمئة مرة يخدموها لماذا لم أستغلت للمجتمع الساعدات الإنسانية أكثر من الأجل لماذا لم أستغلت للمجتمع المجتمع والمجتمع لإمكاني المجتمع السؤال ده جميل لكن علينا بناء المؤسسات يا أخت سجا أصعب من تقديم خدمة علاجية بمعنى الخدمة العلاجية ممكن يقدمها أي حد لكن الصبر على بناء المؤسسة مش بيقدمها كل حد فلابد أن بعض الناس اللي كانوا في المجال ده ينتقلوا لمجال البناء علشان يكون قدامهم شيء واضح المعالم فيبني من بعده لأن العمل الإنساني في الدول العربية الإسلامية ما كانش مؤسس على هيكلية مؤسسية كان شيء فردي انفعالي أكثر من هو مؤسسي حاليا فلما ده حدث احنا حولنا العمل الانفعالي الفردي ده إلى عمل مؤسسي فالواحد لقى يعني لقى أنفسنا أن أكثر نفعا في بناء مؤسسة تستطيع من خلالها تقدم كذا خدمة واضحة يا مليك انبوس للسؤال المهمة بتاع الأخذ هذا هو الأخذ السؤال لماذا لم أستخدمي مدكة أكثر في عمل الإنساني؟ أقول أن في ذلك الوقت كل عمل الإنساني كانت عدد ليس قلعا ويجب أن نبدأ بمجرد ونصدق مجلسة مجلسة لتجهد الإنجينيور العمليات وعمل الإنساني تجهد الإنساني واجهد الإنساني ويجب أن يعمل فيها ويجب أن تجهد الإنساني هذا منذ الحل المهمة من السؤال المهمة تجهد يعني من التعالج كثير من المرضى يعني دكتور عفر ليم جاء عندنا الإقراطة الإسلامية واحد من تخصصات الإمارة الطبية يعني يريدني أن يجعلني الإسلامي للإسلامي كم إقراطة الإسلامية ناك 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 إسلامي للإسلامي عندما بدأت لم يكن مؤسسة دولية من عنا من العرب والإسلام اللي يمكن جلاجة المسلمة أفرقيا كانت قايمة على الدعوة في مؤسسة في السعودية كان اسمها الهائة الإسلامية العالمية برضا كانت يعني بدأت الشغل بتاعها أيام الدكتور اللي ارحمه فريد قرشي هتقبل الله فزيح الجناته فيه من نظمة الدعوة الإسلامية كان المنحة بتاعهم قوي جدا من ناحية اللي ايه الدعوية والإسلامية قالت أما جلاجة قطر لكافة اليتيم كان برضا كافة لأيتام فقط في أشيقته العمل الدولي ما كناش احنا نجحين فيه هتلاقي جميع الإسلام الأفريقية على أفريقيا الهيئة كانت مضعومة من من قربة العالم الإسلامي على مستوى بعض المؤسسات الدينية الى آخرة وهكذا احنا نشأنا في الغرب عسيد جميع الهيئة تعمل على مستوى الهيئة بتسلق اوكي عند الحمد لله ويساكسيدد هم نطريك ريتنجد والله حتى اليسرية اللي انت مرتشتك ده هتحدار الفرح بتاعها برضاك مش مزعلانة فرحانة قويتلي ما تقابل ساجة قولها بس ليه ما جاتيش الفرح بتاعنا يا ساجة ها ها هيا كمام ما كيتش تولدت لسه ها فلذلك الامر ده هو جزء منه قدر الله This was a part of what Allah has planned and when Allah planned he knew your ability أنا في العملي كنت تطالب فاشل I was always a I'm not a good student يعني كنت بنجح بالعافية هطلع بقى في طب وعملي فيها أبو أبو رجل ده 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 شعارف رجل مسلوخة ولا ايه I'm always used to give pass maximum good يعني يا جيد يا مقبول أو بالدور التاني ملحق بتقوله كده بعد خلني أطلع عالم عالم لا ما ينفعش لزاني ما ينفعش بعالم أنا مسمي نفسي دلوقتي I call myself nowadays أز مسحراتي مسحراتي عرفت مسحراتي now my nickname is the people who wake people up for sehri sohour or huh yeah يا ريت ودي مهمة صعبة خلاص يوسف yeah so we will have lunch for one hour I'm praying I'm praying prays prays yeah yeah the restaurant is the 10th floor call us yeah it's in the right time I'm praying شكرا